نامو راسلي يقول لطائرات جزائرية تطير فوق السماء الزواد هذه الصورة كانت اليوم وأمس يحكي ليعلى الطائرات وكانت دروز تابعة لشنغريحة تطير فوق إين الطيارة وإين الطيارة هذه تأتي بعد تنزواتين الأزوادية من جهة كيدال وسميت بإين طيارة أو عين طيارة إين الطيارة هذه لأن في سنة 2006 أسقط الأزواديين بقيادة إبراهيم باهنغا هذا قتل فيما بعد أحد كبار قادة الأزواديين أسقطوا طائرة تابعة للجيش المالي في 2006 فسمى إبراهيم باهنغا تلك ذلك المكان بإين الطيارة وهي طائرة تتجول في سماء الآن إلى آخره ويقول لولا أن الأزواديين عندهم حب للجزار إلى آخر لا أسقطوها لأنه عندهم إمكانيات إسقاطها وسبق للأزواديين بالمناسبة أن أسقطوا طائرات مالية وطائرات لفاقنر وفي طائرة قتلة فيها عدد من عناصر فاقنر جابوا أيضا أحد القياديين للأزواديين ودارت معاه جريدة الخبر حوار مطول مش راح نرجع له ربما نرجع له مرة أخرى باش نشوفوا مش راهم يقولوا لكن المهم في كل هذا يضيف أيضا مصدر آخر يقول لي من أن هناك هجومات إعلامية إلى آخر هجومات إعلامية ثم يضيف لنقاط أخرى يقول لي فيها تواصل التصعيد ضد الجزائر من طرف الإعلام المالي وربط الجزائر بالإرهاب ومشاكل المنطقة وقد قام الجيش المالي ومرتزقة فاقنر بحرق أماكن الرعي الخضراء أين يرعى جزء من الطوارق والعرب مع تسميم الآبار وقتل الماشية بكل أنواح مرتزقة فاقنر والجيش المالي ينفذون قصف عشوائي ضد المدنيين أي سيارة أو دراجة نارية تتحرك تتعرض للقصف مع استخدام البراميل المتفجرة جابوا المهنة عن بشار الأسد البراميل المتفجرة لأول مرة في مناطق قريبة من كيدال وفي البوادي القريبة من قاو وقد بدأت استعدادات جيش المالي ومرتزقة فاقنر للهجوم والسيطرة على تين زواتين المالية المحاذية لتين زواتين الجزائرية وعلى بلدة تلهنغات المحاذية لتين يوي وعين خليل المحاذية لبرج باجي مختار والسيطرة على مناجم الذهب في تلك المناطق الغنية بالذهب مجازر الجيش المالي ومرتزقة فاقنر المستمرة في حق التوارق والعرب مع نهب ممتلكاتهم من طرف مرتزقة فاقنر وعناصر فاقنر يغيرون على البدو الرحل في أماكن متفرقة ويتم سلب أموالهم باستمرار ينزح السكان من قرائهم من التطهير الذي يمارشه الجيش المالي ومرتزقة فاقنر ويفرون باتجاه موريطانيا والجزائر والأغلبية يتجهون إلى موريطانيا أو الحدود الموريطانية وقد وصل عتاد التنقيب واستخراج الذهب لشركات تتعامل مع فاقنر إلى كيدال تمهيدا لنقله إلى مناجم الذهب في تيسليت في تيسليت وفي عين الدق أو عين الدق أو عين الدق مع الاستعانة بمهندسين من شركات تتعامل مع دولة مولي منها شركة كنادية وأكلام آخر ربما نرجع له مرة أخرى لكي أقول أنها عادت تشوف أنا بش يعرفوا الناس بوضوح يعني بش أنا مع اتفاق الجزائر 2015 على ما فيه من أخطاء ونقاعس لكنه أفضل ما هو موجود الآن بما أن الأزوديين قبلوا به وقبلوا أن يكونوا لديهم حكم ذاتي في إطار دولة مولي فليكن هناك من الأزوديين من يرفض ذلك ويقولوا يطالب الاستقلال الآن إذا أرادوا ذلك فحقهم حق الشعوب في تقرير المصير وبالمناسبة هذا الشعار ترفع العصابة لكن ترفعه في أماكن وتعمى عليه في أماكن أخرى وهي غير صادقة لا حين من ترفعه ولا حين تسكت عنه لأن أولى شعب بأن يقرر المصير هو الشعب الجزائري وشفنا أن هذا الشعار تشره بقوة وشعار الاستقلال أيام الحركة لكن عودة للموقف لعل الموقف في الوقت الحاضر وأنا أنصح به إخواننا في الأزوات أيضا وإخواننا في مالي لأن مالي أيضا إخواننا في نهاية المطاب نحن لا نريد حرب بينتهم لكن نريد خروج فاغنر نعم الكارثة أنها تم تسبب فيها شنغريحة والآن نظن نرى أن فهموا في الجزائر العاصمة أنها كانت خاطئة أو كبرى إخراج الميليشيات مهم جدا لأن بقاء فاغنر هناك يعني يعني ثلاث حاجات على الأقل يعني استمرار القتل والنهب والافتساب والمستدعفين والبسطاء إلى آخر خاصة في شمال مالي ولكن أيضا للماليين الجنوب لأن فاغنر هذا مرتزق يفعلون كل الأفعيل الأمر الثاني يعني دخول جماعات وأحيانا هذه الجماعات هي جماعات مسيرة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية تسيرها دول نحن نعرف مثلا أن داعش عندها اختراق إماراتي شفنا قالت داعش تبنت التفجيرات في إيران أنا متأكد أن داعش التي تبنت التفجيرات في إيران هي داعش بإخراج إسرائيل إسرائيلي وداعش التي تشتغل في الدول الإفريقية أكثرها بإخراج إماراتي وقد يكون روسي وقد يكون أمريكي أيضا لأن داعش هذه من بعد ولا كل واحد يلبسها وينفذ بها وشيحب وهذه الكوارث عندها داعش هاري والأمر الثالث هو مجي دول أخرى وأمس قلت لكم بأن دول كبرى على رأس الولايات المتحدة تصلت بمحمد أغنطالع هذا الزعيم الأزوادي الكبير وقالوا أطلب بعمنا ونحن سنأتي ونقصف فاغنر قالوا لن نتدخل في حربكم مع الجيش المال لكن نحن نريد أن نقضي على فاغنر في إفريقيا أينما وجدت وهذه السياسة أمريكية معلنة بمعنى أن تصرفات شينغريحة أنه جلب لنا الروس فاغنر والآن قد يجلب لنا هو الأمريكان أيضا ونعرفه وهذه أيضا ربما حدثتكم عليها أمس أنا تمت لقاءات ما بين الإنقلابيين في نتعى النيجر ومسؤولين أمريكيين في الجزائر العاصمة وجماعة الحكم في العاصمة هي اللي توسطت بيناتهم وجابتهم باش يلتقوا مع بعضاهم وهذا خاصة جماعة جنح تبون لأن جماعة جنح تبون حابين يديروا البالانس ولأنهم يعرفوا جماعة تبون يعرفوا بأن في النهاية إذا أرادوا لتبون أن يذهب لأهدى ثانية وهم يريدون ذلك فيجب أن توافق أمريكا وتوافق فرنسا ويزادوا وكتشفوا أيضا أن الروس تحالفوا مع الإمارات أقوى بكثير مع الجزائر والدليل لبريكس كان دليل ما فيش نقاش فاكت شي فاعل يعني فهذا كل اللي رأي يحدث هناك نصيحة للعصابة هذه برغم أن بعض أخوان يقولوا لي ما تنصحهمش لكن صراحة أخشى ما أخشى هو انكسار الجزائر ولذلك قد ننصحهم في الأمور خاصة لتحافظ على الجزائر كبلد وكجغرافيا نصيحتي لهذه العصابات أن تعود بصدق وبحق لاتفاق الجزائر أن تسعى لإخراج فاغنر أن لا تستدعي الفرنسيين أو الأمريكيين للمنطقة مرة أخرى فعلوها مع الأمريكيين في 2003-2004-2005 ومع الفرنسيين بداية من 2013 وأن يكفوا على أن يكونوا عملاً الاستعمار جيش التحرير والثورة الجزائرية كانوا طاردين ومحاربين ومقاومين الاستعمار وساهمت الثورة الجزائرية في تحرر عدد من البلدان الإفريقية بل حتى جزائر بومديان على انتقاداتنا الشديدة لبعض الملفات لبومديان إلا أنها ساعدت وساهمت على الأقل في الضغط على الاستعمار الإسباني والفرنسي في كثير من البلدان الإفريقية والبرتغالي إذن كفوا على استدعاء القوى الخارجية لأن هذا ضد مصالح المنطقة وضد مصالح الجزائر وعودوا إلى رشدكم ورتبوا علاقاتكم مع النظام المغربي لأنه لن يرحل كدولة ولن نرحل كدولة وأننا جيران فما بالك أننا إضافة إلى جيران أننا إخوان وأننا عرب وأمزيغ وأننا مسلمين وأننا مالكية وأننا وأننا عودوا إلى رشدكم كفوا عن القلاقل كفوا عن دعم جماعات إرهابية كفوا عن الإتيام بالاستعمار وقبل ذلك وبعد ذلك أعطوا للشعب الجزائري حريتوا خلوه يشكل دولتوا كونوا جيش في خدمة الوطن وليس في خدمة مافيا وميليشيات وجنيرالات أكثرهم الآن في السجون ترجمة نانسي قنقر